اشتركوا في القناة في القضاء على مرض الكوليرا في اليمن مشيدة بالدور الكبير الذي يؤديه مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية في دعم القطاع الصحي المساعدة الطبية ستصل إلى المناطق المستهدفة لتخفيف معاناته المتضررين من حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح التي انهكت اليمنين وزادت من معاناتهم ويعد الدعم المقدم للمركز الملك سلمان للمستشفيات الحكومية ضمن خطة المركز لدعم قطاع الصحي في اليمن من أجل رفع مستوى العمل وتقديم خدمة ممتازة للمواطن اليمني العمل على مكافحة الأمراض والأوبئة وفي مقدمتها الكوليرا ويذكروا أن مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية قدم في شهر رمضان 550 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة الكوليرا إلى جانب تخصيص 8 ملايين دولار للغرض نفسه إضافة إلى أكثر من 66 مليون دولار بتوجيه من صاحب السمو الملكي على أمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي يولي اهتماما كبيرا باليمن وشعبه لتخفيف معاناته جراء حرب الانقلاب عبد الفتا غلاب الإخبارية